للغنوات الدولية ان الفاشر دي والله يا اخي ومن الاثنين الفاتحة المفروض تسقط الفاشر الهجومة اللي عليها تلتمية تاتشر مجهزة ومعاهم القوة دي غايدة كان عبد الرحيم ده لقوا والغايدة التاني قبة ده الناس دي الجوبة مرتزغة من سبع دول الناس دي جوبة والكلام ده مثبت وما قلناه احنا ولا قالته المشتركة ده قالته الامة المتحدة قالته المنظمات انها زي اللي تلقت معاهم مستندات اتلقت معاهم بطاغات اتلقت معاهم نمر اتلقت معاهم معدات اتلقت معاهم اوراق لغتنا اللي بتكلمه اسرح جيجي موجودين الان دي كلها بيتوريك انه معركة الفاشر معركة انتصر فيها المواطن السوداني على سبع دول والمثال دي يعني دخلت القيادة ذاته في حتة صعبة شوية لانه الحجج اللي بتتقال في اي حتة اخوانا ما تتحركوا اجهزوا اعملوا لكم مناوشة اتقدموا فالفاشر حطمت كل الاعزار اللي بتقدم قيادات القوات المسلحة مش بتقدمه لنا احنا بتقدمه للجيش ذاته يعني انت مقاتل مستعيد مستنفر جاهز مقاومة شعبية مسلح شاهف نفسه مسلح مرتب اموره تجد قل لي والله يا اخي كما كنت او ارجع انا ما جاهز شفنا الفاشر خلاص يعني فتحية للفاشر وتحية لدارفور وانسان دارفور والمواطن السوداني اللي بقدم في النموذج ده للعالم ربنا اتقبل منكم وربنا اتقبل الشهداء القدمناهم في معارك الفاشر وفي الايام السابقة ربنا يشفي المرضى وربنا يشفي الجرحى والمصابين يا رب العالمين وربنا يحفظ الاسرة والمأسورين وبيقول لهم ان شاء الله المشتركة فتحت الباب وبيجيكم ان شاء الله هو بتحرركم اجمعين وبتحطي مصطورة الدعم السريع الى الابد اللي بيعملوا فيه في الفاشر ده هو تحطي مصطورة الدعم السريع الى الابد ده ما موضوع فيه بواقي ولا موضوع فيه اتفاق ولا تفاوض والكلام تقل نموذج الفاشر والمعركة اللي حصلت امس هي رسالة لقحت وتقدم ولامريكا اللي بتقول احنا نمشي نتفاوض شفتوهم براكم الهجوم اللي عملوه الغادر عملوه على الفاشر ويجي في النهاية يقول لك احنا والله طرفيها الحارب ديل ملتزموا منه الملتزم ما قاعدين الناس في بيوتها قاعدين في مستشفياته وقاعدين في المستشفيات المحطمة الدوين الدعم السريع اللي في اليوم الواحد بيدوين في الفاشر بيكتلهوا مية مواطن اعزل وما بيكتلوا سيء احداثيات بياخدوها في المستشفيات الميدانية او مستشفيات الولادة او في التكايف تحت الاكل يعني النسوان بيعملوا في اكل اطفال بيعملوا في اكل انت بتدوينهم في اليوم بتكتلك مية منهم بيجي بقول لي اخي امشوا اقعدوا لا ما بنمشي نقعد بعد اذا الحكومة اصلا ما قومت اتفاق جينيفا عشان الحصل في الفاشر احنا ما بنسخ فيها اذا الحكومة ما قومت اتفاق جينيفا عشان التدوين الحصل لمستشفيات واتمنى ان الناس تعمل لهم هاشتاق بالانجليزي عشان يعرفوا ان الدعم السريع ده ضرب مستشفيات بعد افتتاحها فتحها ليه مستشفيات لانه الدعم السريع كان محتلية عشرة شهور هل في زل في العالم يتصور انه راجل قوة عسكرية تحتل لا مستشفى ده ما ضرب بكل المبادئ عرض الحاج انت جاي تعمل شوني اذا كان انت بتمنع المرأة تجيب جناء جيل جديد بتقعد لا في مستشفاها بتقتل الاطبة بتكون راقب في العنبر ده ما فضيحة مرأة ومنها الشعب السوداني مبادرات نسائية قادتها ندى القلعة صان المستشفى في هدوء فتحوا المستشفى الدعم السريع ده انا يوم دونا ده سبب كافي انه ماتفاقية جينيفا تقوم ده سبب كافي ما في اي انا زي ده اأمنه كيف انا الزول ده اأمنه كيف بسأل البرهان انا الزول ده اأمنه كيف انا بسأل المبعوثة الامريكي بسأل السعودية اأمن الزول ده كيف وانت بتقول لي يا اخي احنا نقدم حسن النوايا عشان نمشي نقعد في المشاورات المبدئية في جدة تحضيرات عشان اتفاقية جينيفا انا بلقاهم ضربوا مستشفى النساء ضربوا مستشفى الولادة ضربوا العزل في الفاشر دونوا الفاشر ما استخدموها يعني انت ما تجي بكلاشك ده تلاقيه الراجل لي راجل بتجيب على بعدها 25 كيلو بتدون با 40 دليل مبارحة المشتركة قالوا ليه كنت عنده كنت دخلت بيه الفاشر ده مدفع 41 دليل قال لك عندنا 675 مدفع 40 دليل واحنا ما بنهددكم احنا بننزركم لو ضربتوا الفاشر ده تاني شيلوا شيلتكم كلام ده لا بتحلك امريكا ولا بحلك عبدالرحيم ده لقو ويا دعامي افهم انه انت كده حتنتهي تماما اذا كان المقاتل في الحركة المسلحة والمشتركة عنده اخلاق قتال لكن هو شايفك انت بتعمل في شنو سكاته عليك ده خلاك تفتكر انه الناس خايفة منك وانه اطفالك ومدنك وحتى الحاجات اللي انت خدتها في المدن بتاعتك المسيطرة علىها دعامي هي حاجتك انت مسارقة مننا برضو احنا راعيانا لو قلنا لك يا اخي نتلاقى في السهلة ولما انتجي المشتركة والفرقة السادة متحركة بتحركوا بيتات شارات ومربوطة فوق الدوشكات وبجوق عديل بلاقوك في سهلة يهوداء كالخور بتاع انبعار ده ما لقوك فيه كم مرة فرموك فرد ما وصلوا لك بيوتكم ولا وصلوا لك مدنكم ولا وصلوا لك لانه دي ما اخلاغ الغتال لكن اتما دام دائرة الحاجة دي ودارتشوفة ابقى قدورة بس واركز لها القصة دي وصلت مرحلة لا بحلك شيطان ولا بتحلك امريكا احنا كمنا معاكم الفهم لحد النهاية اي تقدم تاني او اي تصرف من قوات الدعم السريع ضد مدني اعزل احنا والله ما بنسأل امريكا ولا بنلوم الدعم السريع احنا بنلوم بعد ده المشتركة وبنلوم الجيش اخوانا دارين حقنا بعد ده دارين حقنا بس ما تجيبوا كيفا احنا ما عندنا شغلة بعد ده احنا دارين حقنا الناس يتقدم بس الجيش يتقدم تمشوا لين جوا ضعين تمشوا ليهم جوا مبشي تمشوا ليهم في التشاد تماما ما عندنا شغلة بعد ده تاني ما حراء لأي حاجة كسح كسح جد جد وده الكلام اللي بيقولوه اخو علي عقوب مطلع له فيديو ده قايدة المتحركات بتاعت الدعم السريع في الفاشر زعلامي من الدعم السريع قال ليهم انتوا شنو العمارات اللي بنشوفه كل يوم في 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 الخرطوم دي امسحوها قال ليهم هشغل لكم كلامه عشان تقول ليت انا مش اتفاوض معوه تحيير الوقات المسلحة وهيئة العمليات وتحيير المستنفرين والمقاومة الشعبية وولاة الولايات وقادة الداخلية السيد وزير الداخلية ومدراء الشرطة والسادة في القيادة تحيير لسيد البرهان وكباشي يا سرعاتها السلام عليكم كيف حوالكم تمنون عليكم القرى دي الموضوع ده كان انتهى جيش الجزيرة بالاربع محاور ده مبارح يا اخي تقدموا تقدموا يا اخوانا تقدم شنو ما تقدم شنو موضوع ده انتوا بتعملوا لينا بوقوهم وقاعدة محور المناقل ده المفروض حس تكون قاعد ماسكوا برحنتوب الموضوع ده انتوا ما قاعد ارتصل لانك مادا يرتصل احنا يوم 14 ده تسلمونا يا ناس الجزيرة مدني يعني السنار تسلمونا جبل موية الفرقة الثالثة والقوات القاعدة في 22 مؤسكر قاعدين في كراري كل واحد تطلع عليكم قوة وكتيبة تطلع وتمشي هناك المصفى القرى الحول المصفى الصمدت محاصرة 18 شهر الدعم السريع حاسي اليوم ده قالوا انسحب من المصفى ما انسحب من المصفى هو الدعم السريع حاسي انه المقاومة والمستنفرين والمواطنين في شندي وفي عطبر ونهر النيل والدامر ماشيين المصفى الدعم السريع حاسي العدو بيفهم بالمناسبة العدو بيفهم حاسي ما حاسي الجيش حاسي المواطن بعد ضغط به مشهول المواطنين طلعون من بيوتهم عشان القوا دفاعات جديدة عشان يحتموا ببيوت المواطنين لانه عارفين انه الشعب السودان جايون جايون في اكتساح جاي احنا اعلننا انه يوم 14 يوم انتفاضة وكنس الجنجويد والمقاحات من السودان في الفترة الفاتت دي الاربع يوم الفاتت دينا ايام وما في ما في بوستر واحد المختلف او بوسترين الهاشتاغ الناس واقفة فيه قوات المسلحة ما في حاجة مستنفرين ما في حاجة اربع يوم ما في حاجة كله ساكن يهدل عيد الجيش فاضل الله ثلاثة يوم عيد الجيش فاضل الله ثلاثة يوم يخلون احنا كشعب عزيز كريم حقيقة في الداخل والخارج ملطشة في جينيفة وملطشة في جدة موضوع ده حسم عندكم انتو هنا احنا اخوانا الهاشتاغات بتاع كنس الجنجويد ده وعيد الجيش وكنس الجويد وقاح تلقى هاشتاغ دبرا وبس خلو يشتغل حس بكل البوسترات اللي عندكم اي زول مستنفر قادر يشيل السلاحة الان اجهز يوم 14 ده احنا لازم نوري الجنجويد ده الحاجة في الداخل والخارج لازم نوري الجنجويد في الميدان وفي المكاتب قادة الجنجويد اللي قاعدين في مكاتبنا لازم نشوفه حاجة الجيش ده يوم 14 لازم ينجز بيرضاه وغصبا عنه ما عملته حاجة يوم 14 تاتشارك دبابتك مدفعك اسلحتك النوعية سلمه لزول القادر للقتال وانت تسحب احنا يوم 14 ثاني كلامنا مع الجيش مختلف بادماء المواطنين العزل قدرنا نسبت ام درمان وقدرنا نرجع الخدمات في ام درمان الدعم السريع الآن يدون المواطنين العزل والمستشفيات في ام درمان عشان انزحوا تاني عشان اطلعوا عشان حتى واحدة من بؤر الانتصار وعلامات تحقيق النص والكرامة في السودان ام درمان رجعناها متر متر الدعم السريع بيحاول بيطواطم من القادة ديل انه يطلع المواطني تاني يقصفهم قصف ليه روضة قتل اطفال قصف ليه سوق قصف المستشفى نساء عزل مستشفى بتاع ولادة العالم لا يدينا لان احنا برادة من قاتل معانا الله عز وجل بس يقول لك احنا والله اكتشفنا التدوين جاي من بحري بحري لازم تنضف الان الموضوع ده فيه مزئولية الجيش في مدرمان الدعم السريع مشكور خلى ليكم كبري حالفاية فيهم مسار واحد عالني جنجر كده نخش الان ومن هنا براسل المقاتلين بدون تصنيف او تسمي شغالين في مدرمان وفي الواحة وفي الدوحة في مبدات والمنصورة اولادنا ديل الفضل اللي احنا بنقول انه الحد بنصروه ناس بالعدد خمسين مليون قاعدين منتظرين بس ديل الاربعين مقاتل ديل فيهم متحرك يمين وشمال واربع متحركات وفيهم البراه والمجاهدين وفيهم كل حاجة بنقول لين يا اخي وقفوا شغولكم ده خشوا لينا عليك الله اقطع الكبري بتاع الحالفاية ده بلا غيادة بلا ميتين زي ما بديتوا قبل كده بسكاكينكم والليلة الراكبين مدرعات وصرصر الليلة انتم شو بحر دي بحر محل التدوين والحتات المسبتكم فينها يا سرعط ده كل مرة مع القيادة واحنا حنكتسح يا زل ما تونسني دار تخشها هديك بحر قدامك دار تخشها مرحب انت بحر ما سيطرت عليها يا سرعط ولا نضفتها بسبب احسي ام درمان الرجع المواطنين باطفال السبتوها اطفال ونساء ام درمان حسي هي انه ينزحوا منها لانه التدوير رجع تاني احنا عندنا هنا التلاتة يوم دي تلاتة يوم دي كل يوم انا حطلها تلاتة لايفاد الجيش ده تحرك مرحب ما تحرك اخد سلاحه ده بس در تمشي جنيب امشي در تمشي مصر امشي در تمشي جد امشي بيان بالعمل ما عندنا ليكون حاجة بيان بالعمل ومدرمان دي حسي مهددة ما من جوة مدرمان لانه اولادكم دي الحسي بيستشهدوا بيموتوا مجهودهم ده كل بضيع لانه ما في راجل قادر يقول اقتصحوا بحري الدعامة حسي رجعوا الشامبات الدعامة رجعوا بعد ما فضوا السودان ده كله جابوا غنايمون ونسوانوا بيعملوا لينا في اللعراس وبيفتحوا في الكفتريات ما عندك حل مدرعات تربط مع قيادة عامة تربط مع استراتيجية تربط مع سلاح المهندسين قطعتها الكبري هتعملوها ما عندك حل هتعملوا اخرتها الليلة هتعملها بكرة بكرة اخرتها هتعملها بعد بكرة هتعملها هتعملها اواملو صلقاتي خط السلاح كاكيك ده شيلوا معاك بيت كنزات ما عندنا لك حاجة تفقدت قيادات الفرقة السادسة مشاب القوات المصلحة والقوات المشتركة والشرطة والامن والجنود والمستنفرين والمقاومة الشعبية في القطوط الامامية كما تمت ديارة معنوية للجرحة بالسلاح الطبي وذلك اقب دهر الدعم الثريء المملوك لأسرة دقلو أمس السبب تكبيدهم قسائر فادها في الأرواح والعتاد واستلام أدد من المركبات قائد القوى المرتزقة التشادي محدي بشير كما تم اليوم تدمير مطفى والتمشيد مطاردة الفلول الحاربة الجدير بالذكر تم توثيق مشاركة كبيرة لمرتزقة من ليبيا وتشاطر وحصر أدد كبير من بطاقاتهم الأسكرية بتلك الدول الشمالية